أكد مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني عبدالهادي القصبي أن تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي بعنوان نحو تفعيل مبدأ تكفؤ الفرص وقال القصبي أنه على الرغم من الاهتمام الذي حظي به الحوار الوطني منذ الدعوة إليه إلا أن الجلسة الحالية تحظى باهتمام خاص بالنسبة للمواطنين نظرا لأنها من أولويات الدولة والمواطن على حد سواء مشيرا إلى أن الجلسة ستناقش عدة موضوعات من بينها النظام الضريبي حيث يسهم وجود نظام ضريبي عادل وواضح في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية إلى جانب مناقشة سياسة الإسكان الاجتماعي باعتباره أحد مظاهر العدالة الاجتماعية وكذلك تناول العشوائيات التي تهتم بها الدولة كجزء من تحقيق العدالة الاجتماعية لفئات عانت كثيرا من التهميش